نهاردة كان فيه تدريب لنادي الزمالك طبعا قاده المدير الفن الجديد كارتيرون انضم النهاردة مجموعة اللاعبين اللي كانت لعبة الماتش اللي فات انضمت للتدريبات بينما غاب شيكبالا ومحمود علاء وعبدالله جمعة اللي اخدوا راحة من التدريبات الجمعية الخاصة بنادي الزمالك حراس المرمى تدربوا بشكل منفرد عمر السعيد مهاجم الفريق عاد مرة ثانية الى التدريبات بعد ان غاب ايضا للاجهاد وامور ممثلة يوسف اوباما اللي بيحظى باهتمام كبير جدا من كارتيرون زي ما قلتلكم بارح اخد النهاردة ايضا تعليمات اخرى على هامش المران الوينش حصل على راحة من التدريبات بسبب معاناة من الاصابة اللي اتعرض لها طبعا في مباراة مازمبي لكن بشكل عام الجميع في حالة طيبة جدا وعندهم طبعا دفع معنوية كبيرة جدا بعد الفوز على طبعا اول اغسطس واقتربهم باذن الله ان شاء الله من التأهل للدور التالي باذن الله واحنا بنتفرج على تدريبات نادي الزمالك النهاردة لما انا اتكلمت مباراة عن حق الانتفاع والمدرجات والحكايات والروايات النهاردة نادي الزمالك وفقا للتصحات اللي طلعة بيفكر في الحصول على حق انتفاع ملعب بيترو سبورت وهناك جلسة وفقا للكلام اللي قدامي لامير مرتضى مع المسؤولين هناك اللي رحبوا طبعا بالامر وادارة الاستاذ هناك قالت ما عنداش مانع كمان زيادة عدد المدرجات لعشرين الف بدلا من اتناشر الف بزيادة طابق علوي في حالة الاتفاق ده بكلم على ملعب بيترو سبورت ملعب بيترو سبورت وطبعا الكلام اتقال انه في حالة التوصل الاتفاق فان ادارة بيترو سبورت ما عنداش مانع اطلاقا في انه تغير اسم الملعب ووضع اسم الزمالك وشعاره عليه خلال المدة اللي هيتم الاتفاق عليه كلام انه زمالك بيسعى انه ينهي كافة التفاصيل مع ادارة بيترو سبورت قبل طبعا ما الملعب يخرج من سلطة اصحابه الى شركة استادات زي ما مكتوب قدامي مما يتسبب في زيادة المبلغ المطلوب لاتمام السفقة على الفترة الحالية وده وده طبيعي اذا كان هناك امر حد غير المالك الاصلي طبيعي بيبقى في فلوس تتحط زيادة وامور من هذا القبيل هل هينجح النادي زمالك في الحصول على خدمات ملعب بيترو سبورت زي ما الاهلي ان شاء الله هيعقد السفقة بتاعته زي ما قلنا يا سيد شريف فؤاد المتحدث الرسمي المحترم قال في خلال شهر هتنتهى من العقود وقال لنا انه استاد النادي الاهلي هيبقى ده اللي يفطى كبيرة اللي محطوطة فوق استاد السلام هيبقى استاد النادي الاهلي وقال لنا انه هينتهي هذا العقد تماما بمجرد ان النادي الاهلي يعمل استاد خاص به في هذه الحالة ينتهي التعقد تماما مع استاد السلام لكن يبقى طبعا السؤال هل نادي زمالك هيقدر ياخد حق انتفاع على بيترو سبورت والاجمل من الموضوع ده انه النادي الاهلي راح لحق انتفاع الزمالك راح لحق انتفاع ده حاجة لطيفة يعني يعني حاجة حلوة فيها تنافس لطيف ما بين كبيرين كبيري الكرة المصرية طبعا الاهلي والزمالك ما فيش شك في هذا فاذا كان بيتنافسها في هذا الامر فهذا امر طيب لا شك في هذا طيب ده فيما يتعلق بها طبعا خالد بطيب وفق الكلام محتاج لجراحة في الرجبة الف سلام عليه طبعا وغالبا غالبا خالد بطيب هيخرج من قائمة النادي الزمالك اعتقد في فترة انتقالات الشتوية اعتقد بكرة يبقى فيه سؤال طبعا في مساء الانوار عن السفقات اللي محتاجها نادي الزمالك هنحط لكم بعض الاسماء وتشوفوها يعني طيب ده فيما يتعلق بنادي الزمالك عندي بقى خالد